قبل ان تبدأ القصة لا تنسى الاشتراك وتعليق ولأيك السلام عليكم في عام 2017 حدثت قصة صادمة في محافظة الضالع تحديدا في قرية الفاخر بطل هذه القصة هو رجل يدعى قاسم كان هناك إنسان معروف بأنه شخص طيب وذو سمعة حسنة يعرف بين الناس بعبارة كافي خيره شره لم يكن لديه مشاكل مع أحد وكان محبوبا من قبل الجميع حيث عرف بمسالمته ووداعته في يوم من الأيام قرر هذا الإنسان أنه حان الوقت للزواج بدأ يضحث عن شريكة حياته فجمع أهله وأصدقائه في القرية وبدأوا في البحث عن بنت الحلال التي تناسبه بالمواصفات التي هو طالبها أراد أن تكون الفتاة جميلة وأن تكون من عائلة معروفة ولا يرغب في أن تكون من القرية المجاورة التي يسكن فيها أما أهل مريم فأنتم تعرفون أنه بعد الأوضاع الأمنية التي حدثت في اليمن أصبحت كثير من القبائل تدير شؤونها الأمنية وكانت قبيلة مريم من القبائل المعروفة جدا باستخدامها للسلاح ودفاعها عن نفسها لديهم ما يعتبر جيشا صغيرا للقبيلة ومحد يتجرأ على المساس بهم بأي سوء كما أن لديهم أموالا مكنتهم من شراء السلاح والعتاد وبالتالي كانت أمورهم مستقرة من القبائل الأصيلة المعروفة كانت الفتاة الجميلة التي يطمح لها قاسم بعد أن دخلت قلبها طلبها بشكل رسمي ووافقوا عليه لأنه رجل محترم تم الزواج وعاش قاسم مع مريم حياة هادئة وجميلة ومريحة خالية من المشاكل كان لدى قاسما مزرعة ورثها من والده ما شاء الله وكانت مزرعة فيها خير وعنده عمال يعملون بها لذا كان وضعه المالي ممتازا جدا مريم امرأة قوية شخصية تحترم العزة وتعتز بوجودها ضن قبيلة قوية ولها إخوة كبار معروفون وكل واحد منهم له صية وسمعة الفتاة قد ورثت هذه الصفات من عائلتها كانت مريم أيضا طيبة وذكية فكانت تدير شؤون البيت بينما يتفرغ قاسم للعمل في المزرعة ورزقوا من فلالها بثلاثة من الأبناء وبنتين وكان أكبر الأبناء اسمه أحمد أحمد طلع إلى وجه الدنيا وحياته حيث كانت الأمور طيبة والخير متوفر وكان يكمل دراسته ويهتم بأسرته لكن بعد أن وصل إلى عمر المراهقة أي حوالي أربع عشر أو خمس عشر سنة بدأ أحمد يعاني من قلة الثقة بالنفس هذا الأمر وثر حتى على علاقته بأصدقائه والمقربين منه أصبح الولد يتحاشى الجلوس مع أقرانه وبدأ يميل إلى الوحدة تعرض للكثير من التنمر كما تعلمون للأسف في المجتمعات إذا رأوا شخصا ضعيفا بدلا من مساعدته يقومون بدوسه هذه هي طبيعة البشر في هذه المرحلة العمرية حيث ينتشر التنمر كان أصدقاؤه يرون أحمد أنطوائيا وفي حال سبيله لم يكن يحب لاحتكاك بالآخرين وكان يشعر بالخوف ولا يعرف كيف يرد صار زملائه في المدرسة يضغطون عليه ويتنمرون عليه ويغلطون عليه حتى أصبح أحمد رمزا للتنمر أصبح أحمد ضحية للتهزيء والمسخرة حيث كان كل من يريد التنمر يجد فيه ضلته أحمد لم يكن يرد أو يتكلم بل كان ساكتا ومسكينا بعد فترة اكتشف قاسم المعاناة التي مر بها ابنه لأن شخصيته تغيرت أصبح الولد دائما صامتا يخاف حتى من الخروج وحده من البيت ويشعر بالحرج من دخول مجالس الرجال كان قاسم يأمل أن يكبر أبنه ويتحمل المسؤولية ويكون عونا لعائلته لكن عندنا رأى قاسم شخصية ولده أدرك أنه يحتاج إلى العلاج والمساندة بدأ يتحدث مع أبنه قائلا يا ولدي لماذا لا تخرج لماذا لا تريد مقابلة الناس أو الجلوس معهم حاول قاسم أن يشجع ابنه قائلا تعال أخرج معي إلى المزرعة كيف حالك في الدراسة لكن أحمد كان يرد لا أريد خلاص لا أريد أن أكمل دراستي حزن الأبي على حال ابنه وكذلك الأم كلما رأت الأم حالة أبنها أحمد بهذه الصورة كانت تبكي كما تعلمون كل أم وأبن يتمنون أن يروا أولادهم في أفضل حال وكان قلبهم يتقطع لرؤية أحمد يعاني عاشت العائلة في حالة نفسية سيئة بسبب أحمد وخاصة أن أحمد هو الابن الأكبر كان ذلك سيؤثر أيضا على إخوانه الأصغر فكيف سيكون حالهم إذا كان الأخ الأكبر بهذه الشخصية الضعيفة لقد كبر أحمد وصار في الخامسة عشرة من عمره وما زال على نفس الحال بل أسوأ كما قلت لكم مريم وهي أم أحمد كانت تفخر بإخوانها الذين يعتبرون من الشخصيات القوية خوال أحمد كانوا أشخاصا معروفين وكان الجميع يخاف منهم إذا كانت هناك مشكلة مع أي شخص فإنهم يبتعدون ويتجنبون المواجهة لكن أحمد لم يكن يتحدث أو يدافع عن نفسه عادت مريم إلى إخوتها وأخبرتهم أولادي كبار الآن لكن للأسف شخصيتهم ضعيفة وهم أنطوائيون ويعانون من التنمر في الحارة والمدرسة وأي شخص يراهم يعايرهم حتى في المدرسة كانت حالة أحمد تؤلمه خاصة أن خواله كانوا يسعجون تساءل أحدهم لماذا يحدث هذا وقال أحد الخوال دعوني أتعامل مع الأمر سأحل المشكلة عبد الإله أحد خوال أحمد كان من أكثر الشخصيات حزما وكلمته كانت مسموعة وكان الجميع يحسب له ألف حساب قال دعوني أتعامل مع أحمد سأكون بجانبه نظرا لقرب القريتين من بعضهما أصبح عبد الإلهي يزور مريم بشكل منتظم كان يأخذ أحمد من يده ويتجول به في الشارع وكان عبد الإلهي يحمل خنجرا في خصره مما كان يعطيه هيبة وثقة كان عبد الإلهي يحمل السلاح على كتفه وشخصيته معروفة وهيبة وكان يعطي أحمد دروسا في الحياة علمه كيفية التعامل مع الناس ولكن دون أن يعلم البغطة كان يعلمه كيف يواجه الرجال وكيف يتحدث معهم باحترام وفي نفس الوقت كان يضع حدا لأي شخص يتجاوز عليه عرف عبد الإلهي الكثير من الأشخاص الذين كانوا يتنمرون على أحمد سواء كانوا كبارا أو صغارا كان يقول لهم أنا خالك وإذا فكرت يوما في التنمر عليه فلن اتركت ولن أسمح لك بذلك بفضل هذه الدروس والدعم بدأ أحمد يتغير يوما بعد يوم بدأ يشعر بأنه بين أقرانه وصار يخرج ويعود إلى المنزل بل وكون علاقات جديدة مع أصدقاء يحترمونه ويبادرونه الاحترام لم تمر أربعة أو خمسة أشهر إلا وأصبح أحمد شخصية أخرى تماما أصبح أحمد يحب الحياة والطلعات والجيات كان يذهب إلى والده في المزرعة حيث يساعده في نقل المنتجات والبيع والشراء ومتابعة العمال كانت الأم والأب مبسوطين جدا وكان يشكران خالهما الذي لم يقصر في دعم أحمد كان عبد الإلهي يقول أنا أعتبر أحمد كابنه ولن أقصر في مساعدته كان يأخذ أحمد معه وهو يحمل سلاحه لأنهم يعيشون في قرى محاطة بالجبال كان من الضروري لأي شخص هناك أن يحمل السلاح للدفاع عن نفسه من الحيوانات الضرة وبعض قطاع الطرق كان الأمر طبيعيا بالنسبة لهم ومع تقدم أحمد في السن فقد أصبح رجلا حيث وصل عمره إلى ثماني عشر أو تسع عشر سنة كان من يراه يقول والله هذه شخصية فارس كان أحمد شخصا طيبا وخلوقا وتعرفون أنه قد تعرض للتنمر لسنوات طويلة مما جعله قوي الشخصية كان يعرف معنى القساوة وما يشعر به الشخص عندما يتعرض للتنمر ولذلك كان طيبا جدا مع الناس ويحب التعرف إلى الآخرين وكان اجتماعيا لكن القصة ليست هنا ما حدث في الجانب الآخر كان كارثة كبيرة في أحد الأيام قرر عبد الله زيارة أحد أصدقائه في قرية الفاخر وهي القرية التي تسكن فيها أخته قال في نفسه لماذا لا أذهب لزيارة صديقي ومن ثم أذهب إلى بيت أختي لأسلم على زوجها وأطفالها وأرى أحمد وأختي ذهب عبد الله لزيارة صديقه وبعد أن انتهى من الزيارة توجه إلى بيت أخته وعندما وصل استقبلته بحفاوة وبدأت أخت أحمد تحضر العشاء بينما كان أحمد يحتضن بحارته التي يحبها كان قاسم يتحدث مع عبد الإله يسأله عن حاله كيف الحال؟ كيف أمورك؟ طيب أين كانت؟ أجاب عبد الإله والله كان بجاي عند فلان وأحمد كان جالسا أحمد كان دائما يمسك سلاحه فهو لا يفارقه أبدا كما هو معروف في الجلسات الرجالية خاصة في المجتمعات التي تحمل الأسلحة يستغل أحمد الوقت في صيانة سلاحه وتنظيفه وتجهيزه كان يعدل في سلاحه ويضبطه لكن فجأة انطلقت رصاصة طائشة يا ساتر الطلقة التي خرجت من سلاح أحمد بالخطأ أصابت رأس خالي عبد الإله تخيلوا الوضع عاد قاسم إلى الواقع وأحمد بدأ يصرخ ويحتضن خاله قائلا والله بالغلط يا خالي والله بالغلط كن هذا لم يكن الوقت المناسب للكلام أخذ قاسم عبد الإله وبدأ يركض به نحو السيارة متوجها إلى مركز طبي قريب فارق عبد الإله الحياة تخيلوا هذه الطلقة لم تصب سوى رأس خاله كان قاسم يقول في نفسه يا ليت هذه الطلقة أصابت قلبي بدلا من أن أقتل خالي بالخطأ كيف سأخبر الناس كيف سأشرح لهم كيف سأجعلهم يصدقونني أن الأمر كان بالخطأ أحمد بالطبع لم يكن قادرا على استيعاب أنه قتل أعز شخص لديه في هذه الدنيا ومن يسمع القصة لن يصدقها معقولة أحمد يقتل خاله لو كان الأمر يتعلق بالقتال أي شخص آخر ربما نصدق أنه كان بالخطأ لكن قتل شخص عزيز بهذه الطريقة كيف يكون بالخطأ يا جماعة رجل ينظف سلاحه ولم يكن ينظفه إلا أمام خاله كن هذا هو القدر ماذا حدث بعد ذلك لقد قدر الله أن يحدث ما حدث عاد قاسم ومعه أحمد بينما كانت جثة عبدالإله في البيت كان قاسم مرتبكا ولا يعرف ماذا يفعل وعندما عادت مريم لم تكن تدري ما الذي حدث سمعت طلقة رصاص في الديوان وهي تحضر العشاء وعندما ذهبت لم تجد أحدا كانت المسكينة في حالة من الذعر والتساؤل ما الذي حدث أين هم؟ بعد ساعة أو ساعة ونصف جاءوا يحملون جثة أخي مريم كانت مريم في حالة جنون تبكي وتصرخ من قتل أخي كان قاسم غير قادر على الكلام بينما كان أحمد يحتضن والدته ويقبل يديها ورجليها قائلا والله يا أمي كان ذلك بالغلط والله العظيم لم يكن قصدي فردت مريم أنت ما علاقتك بالأمر فقال أنا كنت أنظف سلاحي وطلقة الرصاصة أصابت رأسه الآن أصبحت الأم تدرك ما سيحدث تعرف أن إخوانها وأعمامها هم من الناس الذين لا يجب أن تدوس على طرفهم الآن ابنها هو من قتل أعز شخص في عائلتهم والرجل الذي لم يقصر في حقهم أحيانا سيظن الناس أن الرصاصة جاءت من شخص متعمد رغم أنها كانت بالفعل بالخطأ مريم صارت تصرخ وتبكي على أخيها الذي توفي والذي كان من أقرب أشقائها دائما يزورها ويهتم بها ويحبها ويحب أولادها كانت حزينة على أخيها وفوق ذلك حزينة على أبنها لأنها تعلم أن إخوانها لن يتركهم وأحمد يبكي قائلا والله يا أمي كان ذلك بالخطأ فقالت حبيبي الآن ماذا سأفعل قالت مريم لأحمد أهرب إلى صنعاء فولاه أول ما يصل خبر ما حدث إلى إخواني سيأتون ليقتلوك اذهب الآن لا تتأخر أحمد المسكين كان في حالة من الارتبات نادما وحزينا على خاله وحزينا على المصيبة التي حلت بهم متسائلا من أين جاءت هذه الكارثة هرب أحمد إلى صنعاء حيث لم يكن يعرف أحدا ولم يكن لديه مكان يلجأ إليه وعندما هرب لم يكن لديه حتى من يصلوه فصار يتوسل إلى الناس لكنهم لم يعرفوا ما الذي ينقصه حتى وصل إلى صنعاء وكان منهكا في هذه الأثناء قامت مريم بإبلاغ إخوانها بما حدث قائلة والله العظيم ابني وقع في الخطأ لم يكن يقصد جاء إخوان مريم وأمامهم أولاد عمهم عب ألة الذي كان من أغلى وأعز الشخصيات في القبيلة سمعوا أنه قد قتل برصاصة في الرأس عندما دخلوا وجدوا قاسم زوج مريم يبكي ويئن لم يتحدثوا بكلمة فقط نظروا إلى مريم وسألوا ماذا حدث أجابت مريم ولدي أين أولادك فقالت هرب قالوا ماشي نشهد أن هذه جثة عبد الإله قاموا بغسله ودفنه بدونه أن يصلوا عليه وحفروا قبراً بجانبه وتركوه فارغاً قالوا لن نصلي على عبد الإله حتى نضع أحمد في القبر الذي بجانبه هذا القبر لا يجب أن يلمسه أحد اتركوه مفتوحاً لنجيب أحمد ونضعه فيه ولا نصلي على عبد الإله انتهوا من العزاء ورجعوا إلى بيت مريم قالوا يا مريم ماذا حدث يجب أن تحضري لنا أحمد نريد أن ننحره ونضعه في القبر وإذا لم تحضريه سنأتي بعد أسبوع ونأخذ أولادك جميعاً ذكوراً وإناثاً وزوجك وننحرهم جميعاً ونضعهم في قبر واحد بجانب عبد الإله قالوا ونصلي عليه وأنت لا تتساهلي فإخوانهم لن يتركوكم والله ولدي ما كانت قصته معقولة لكنهم قالوا إنه كان خطأاً أو لم يكن خطأاً يجب أن يأتي يعني أنهم أعطوا مريم مهلة لأسبوع لتحاول إحضار أحمد وتستدرجهم لفهم كيف سينتهي الأمر في هذه الأثناء قام قاسم بالتوجه إلى وجهاء القبائل وعقال القرى المجاورة وجمعهم أحضروا البنادق التي كانت قد أعطيت لأهل الضحية والتي تعرف كعربون للصلح إذا قبلوا هذه الأسلحة فهذا يعني أنه يوجد مجال للصلح كن أهل عبدالإله رفضوا تماماً قبول الأسلحة أو أي وساطة وقالوا جيبوا أحمد لنقتله ونضعه في قبره وإلا فسنقوم بمجزرة قالت خلاص ما في حل كانت الأم تبكي والأب منهار والأطفال يبكون كانوا يترددون على بيت مريم بشكل مستمر يبحثون في الغرف والأسطح يسألون هل يمكن أن يكون الولد متخفياً؟ ربما عاد لكنهم لم يجدوه كل يوم كانت الحالة تتكرر يداهمون البيوت التي يشتبهون بأن أحمد قد يكون موجوداً فيها كانوا يسألون أين ذهب أحمد لكنهم لا يعرفون أنه في صنعاء أحمد كان يعيش في صنعاء تقريباً منذ شهر وتعرض للتشرد كان ينام في الشوارع ويأكل من فتاة الطعام الذي تعطف به عليه الناس لم يكن أحد يعرف قصته كان يبكي الليلة والنهار على ما حدث المهم في أحد الأيام تمكن من الاتصال بوالدته وقال هي مامة إذا لم أمت على يد خوالي قال أحمد أنا سأموت من الجوع سأموت في الشارع يا أمي أنا لم أفعل شيئاً متعمداً والله العظيم كان بالغلط سأذهب وأسلم نفسي وليفعلوا بما يريدون يا أمي كانت الأم المسكينة تحاول أن تهدئه قائلة يا ولدي خليك بعيد الله يخليك ربما تحن قلوبهم وربما يهديهم انتظر قليلاً كن أحمد بعد تفكير قرر أنه سيعود إلى البيت مهما كانت العواقب وبعد يومين أو ثلاثة دخل عليهم في البيت حيث كانت أمه وأبوه وإخوانه قال الأب مصدوماً أنت ماذا جابك يا ولدي؟ أخاف أن يدهم البيت حينها ويلقونك أحمد أجاب يا أبا أنا تعبت نفسياً أنا مستعد أن أموت وأرتاح لا أنام الليل وإخواني يقون هذه مأساة مأساة فعلاً ليس لها حل المصيبة أن المشاكل أحياناً تكون بلا حل لا بالفلوس ولا بأي شيء آخر بل تحتم سفك الدماء هذه هي المصيبة التي وقع فيها أحمد وأبوه وأمه قال الأب لأحمد انتظر علي يا أحمد انتظر علي يومين ثم قرر الذهاب إلى جارة له تمتلك مزرعة مجاورة قال لها يا حج فكرت في العرض الذي سبق أن قدمته لي لشراء المزرعة أجابت نعم والله وأنا أذكره كن الموضوع قديم قال الأب أنا وافقت وإذا كان لديك المبلغ جاهز فأنا مضطر لبيعها فرده لا والله لقد غيرت رأيي لأن فلوسي ناقصة سألها الأب كان ناقصة قالت تقريباً نصف المبلغ فقد صرفت بعض المال قال أنا راض بنصف المبلغ أعطني ما لديك فالمزرعة حلال عليك وبالفعل تم الاتفاق وأحضر الأب الشهودة لاستكمال الإجراءات بعد أن حصل على المبلغ عاد إلى البيت وضع الأب المال أمام أحمد قائلاً يا ولدي أنا بعت المزرعة خذ هذه الفلوس واذهب لا تجي عندنا هنا أبداً ولا تسألنا عن مكانك عيش حياتك تزوج وحاول أن تعمل في التجارة أو ستفقد روحك خذ هذه الفلوس قال الأب ولا تجي عندنا أبداً ولا تخبرنا أين تذهب لأني أخاف أن يضغطوا عليه وأنا أضعف خذ هذه الفلوس ولا تظهر وجهك مرة أخرى يا ولدي أرجوك أنا لا أستطيع العيش من دونك ومن دون أمك وإخوانك كانت لحظة وداع صعبة جداً أحمد وهو يبكي تساءل أين أذهب فقال له الأب اذهب أرض الله واسعة ابق بعيداً وسنتعامل مع الأمر هم مستحيل أن يضروك فالجريمة ارتكبها شخص آخر أحمد أحتضن أباه قائلاً يا أبي لا تتركني وكان يحضن إخوانه واحداً تلو الآخر وحزنه يزداد ثم بدأ يسأل أين أمي؟ أين أمي؟ مستحيل أن يخرج دون أن يراها خرجت الأم وهي مريم من الغرفة وهي تمسك بسلاح اقتربت من أحمد الذي كان مذهولاً ومصدوماً قالت له لماذا يا ولدي لماذا ترفع السلاح علي لم يكن أحمد مستوعباً لما يحدث ثم أطلقت النار ورصاصة أصابته في الجبهة مما أدى إلى مقتله التفتت مريم إلى زوجها وأولادها وقالت أنا مجبرة على هذا حفاظاً على أرواحكم ومهما هربت أعلم أن إخواني لن يتركون وسيقتلوننا أفضل أن أموت وأن أدفن يدي على أن يموت ولدي ويرم جثته في هذه الصحراء خرجت الأم مريم وهي قوية القلد وأبلغت إخوانها بما حدث جاءوا مسرعين ماذا فعلوا؟ قاموا بغسل الولد ودفنه في القبر وصلوا على خاله وصلوا على الولد وأقموا العزاء كان الأب منهاراً غير قادر على القيام من هول ما حدث لم يستطع تحمل رؤية ابنه مقتولاً أمامه كان يبدو كأنه منهار تماماً والعزاء كان من قبل إخوانه الذين صلوا على الميت وكأنهم في حالة استعداد لمواجهة القاتل لا خلاص خذها هنا هذا حقناً كن هذا عزاء شيء غريب ما حدث وفعلاً كانت من أغرب القصص التي مرت على هذه القرية دفنوا أحمد وصلوا على الاثنين معاً وانتهت الحكاية هذه هي نهاية قصتنا ترجمة نانسي قنقر